تودع ليبيا عام 2022 وهي تقف أمام مفترق سياسي معقد تتدخل فيه العوامل المحلية الداخلية مع المواقف والمصالح الإقليمية والدولية بشكل أكثر وضوحا من أي وقت مضى من عمر الأزمة الليبية وفي عالم تعصف به الأزمات الاقتصادية وتتهدده حرب عالمية ثالثة تلقي التحالفات الدولية بظلالها على ليبيا حيث تجلت المواقف التي تقودها واشنطن نهاية 2022 عندما لوحت أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بما قالوا عنه آليات بديدة للضغط على عقيل الصالح وخالد المشري لإنجاز الإطار الدستوري للانتخابات المنشودة وبين تلكئ مجلسي النواب والدولة والتجاذبات المصلحية للأطراف السياسية الأخرى وتحركات حفتر المريبة من جهة وحالة الحيرة السياسية التي تعيشها بعثة الأمم المتحدة وعوامل سياسية واقتصادية وأمنية أخرى لا يمكن حصرها يصبح من الصعب توقع مسارات ومآلات الأحداث في قابل الأيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ذلك الهدف الدولي المعلن يرى بعض المحللين بأنه يصعب أن يتحقق في ظل وجود الأجسام الحالية التي تعمل بشكل صريح على عرقلتها بل يحاول كل من عقيل والمشر الاستفادة المباشرة من الانسداد الحالي ومن هنا يقول هؤلاء بأن البلاد قد تشهد تدخل المجلس الرئاسي وبدعم دولي بالشكل الذي يحيد هذه المجالس وينتج القاعدة الدستورية المختلف عليها لترى الانتخابات النور قبل نهاية 2023 وجهة نظر أخرى ترى بأن الرئاسية لا يملك ما يكفي من قوة سياسية تمكنه من فرض حل سياسي أو قاعدة دستورية على الأطراف السياسية الحالية المتشابكة وأن المسار القابل للتنفيذ هو مسار سياسي جديد برعاية دولية وتسيره الأمم المتحدة يشبه مسار حوار تونس جينيف حيث ينتج هذا الحوار جسما تنفيذيا موحدا وقاعدة دستورية متوافقا عليها كحزمة واحدة تتجه البلاد بعدها لانتخابات تنهي حالة الصراع الحالي على السلطة وبين هذه التصورات الدولية والمحلية يبرز رأي آخر يقول أصحابه إن كل ما يدور من اقتراحات وحلول هي بين عدم وجود إرادة دولية لحل المشكل الليبي من جهة واستمرار ليبيا أرضا لحسم الصراعات الإقليمية قد يقرب احتمالية عودة الصدام المسلح خاصة ما تعطش بعض الأطراف وعلى رأسها حفتر للحرب الذي منفك يرسم لها الخطوط الحمراء ويمنح الفرص الأخيرة بها ويعلن عن ساعات الصفر لها إذن بين مروغة حوارات عقيل والمشر وغياب رؤية دولية واضحة وانحسار قدرة الأطراف السياسية الأخرى ورغبة حفتر لإشعال حرب يصعب توقع شكل المشهد السياسي الليبي في وقت تحولت فيه اهتمامات المواطن العدي من السعي للوصول للانتخابات إلى سعي للحصول على الأمن ولقمة العيش والكهرباء